في أخبار التكنولوجيا قررت شركة أبل استخدام الذكاء الاصطناعي في خاصية البحث سبوتلايت في الإصدار الجديد لنظام تشغيل الأجهزة الذكية iOS 18 وأداة البحث سبوتلايت تتيح للمستخدم البحث عن الأشياء على جهازه أو على الإنترنت وهو ما يجعلها بديلة لمحرك بحث جوجل ومع الإصدار iOS 18 ستسهل أبل البحث عن المحتوى في التطبيقات باستخدام لغة محايدة أو دلالية في الاستعمال